هنروح لأكبرنا في البداية وهنبتدي بكرة اليد لجنة المسابقات في كرة اليد في اتحاد كرة اليد اعلنت عن شكل المرحلة القادمة من الدوري بعدما انتهى الدور الترتيبي في دور المحترفين بتصدر النادي الاهلي للبطولة فكان استغلت لجنة المسابقات طبعا الفترة اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا عشان يدوا شكل نهائي للدوري وخلينا اشرحوا لحضراتكم وهيبتدي امتى وهينتهى امتى في الخبر بتاعنا هيبتدي بالزبط الدور اللي جاي هيبقى ببتدي يوم اتنين فبراير باذن الله وهينتهي يوم خمسة ابريل اللي جاي وهو عبارة عن اربعة عشر جولة الدور اللي فات او الدور اللي فات كان عبارة عن اربعة عشر فرق تقريبا خدوا تمانية منهم تمانية منهم هم الاوائل هيلعابوا دوري دور رايح جاي طب يا كابتن هيكون نفس الكلام بتاع السنان اللي فاتت رايح جاي وبعا كده الاول يطلع بنقطتين والتاني يطلع بنقطة ونص وكلام ده لا الكلام ده كله اتغير ولجنة المسابقات بقيادة طبعا كابتن عاصم السعدني غيروا القصة دي كلها لشكل احسن كمان طب ايه هو الشكل انا اقول لكم هنلعب رايح جايب 14 مباراة طيب الـ 14 مباراة بعدها هترتب من اول للتامن المفاجأة ان الاول هيلعب التاني على البطولة اه زي ما بقولوك كده فيش دورة مجمعة الارباع الاوائل هم اللي هيلعبوا على البطولة فايزا انت ما عندكش حل غير انت تطلع اول او تاني عشان تستمر في المنافسة فايزا الـ 14 ماتش هتلعبهم كأنهم ماتشات كؤوس لان النهاردة ما عندكش احتمالية تخسر او تطلع تالت طلقت تالت ما عندكش تعويض طيب والتات والرابع هيلعبوا مع بعض على التالت والرابع طب المباراة هتبقى بشكل ايه؟ هتبقى بشكل بلاي اوف بست اوف تري تلات مباريات اللي يكسب اتنين يفوز وده اقرب بيكون اقرب كتير جدا للبطل لانه بيديك فرصة تعود ما تبقاش عمر عن مباراة انت خسرتها في خسرت اللقب لأ النهاردة انت عندك تلات مباريات مع النادي المنافس ومتوقع تبقى ان شاء الله يعني اهل زمالك دينا متوقع الا اذا كان البنك الاهلي ليه كلمة تانية سفورتينج ليه كلمة تانية ترائع الجيش ليه كلمة تالتة يعني الموضوع مطروك في الدوري او مطروك للنتائج للتعب وجد مستر ديفيد ديفيدز اكيد بيحلل الكلام اللي احنا قلنا ده وعارف القصة دي وشايف انه مهم جدا المباراة اللي جاي طيب فرقتنا كانت تتأهلت المرحلة دي برسيد سبع نقاط بعد فوز بكل مطشاطه النادي الاهلي في الدور السابق فاز بكل مطشاطه زي ما وضحت الحضاراتك متأهل بسبع نقاط في المرحلة القولة وده فرق نوتوتين عن اقرب منافسي ليه هو البنك الاهلي ونادي الزمالك الاهلي سبع نقاط نادي الزمالك والبنك الاهلي خمس نقاط طيب السنة اللي فاتت بفكركم وطبعا يعني ده الخطاب اللي جيه طبعا على النادي الاهلي انا بس عايز اوضح لحضراتكم انه الفترة اللي فاتت كانت دايما في الموسم اللي فاتت بتبقى ملهاش دور قوي لأ النهاردة بقى ليها دور انت النهاردة داخل بسبع نقط اللي وراك بخمس نقط طالع بنقاطك طالع بنقاط هتساعدك يعني انت الاقرب اهو ان انت تبقى الاول فرق بينك ومن البنك الاهلي ونادي الزمالك اتنين بونت يعني مبارايتين فدي لحد ذاتها هتديك ادبانتج كويس جدا تداخل المرحلة التانية وبالبلد كده راكب الدور فمهم جدا كرة اليد تمشي بنفس الوضع مستر ديفيد ديفيد ان شاء الله يكون مدرك ده وشايف ده كويس واللعبين مش محتاجين كلام ومش محتاجة فكر حضراتكم جمهور النادي الاهلي الكبير انه فريق كرة اليد رجال وسيدات احنا حامل لقب البطولتين المحليتين السنة الفديدوري وكأس والسوبر مصر طبعا فوزنا به في بداية او في مستهل هذا الموسم في المباراة لتلعب الاهلي وزمالك في دولة الامرات الشقيقة يعني احنا الحمد لله في البطولات المحلية حدث ولا حرق نتمنى استكمال المسيرة النجحة اللي بدأ هذا الجيل تحت رعاية مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وايضا مجلس الادارة بالكامل وعلى رأسهم كمان معاني الوزير عامل فارول نتمنى له كل الشفاء ونفضل دايما ندعيله ودايما نتمنى له الشفاء ان شاء الله ان شاء الله ربنا يستجيب ويقوم بالسلام